أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مباحثات عبر تقنية الفيديو مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية المالديف السيد عبدالله شهيد ونوه الوزيران بجودة العلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين المغرب وجمهورية المالديف وأكدا على أهمية الارتقاء بها إلى مستوى تطلعات جلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية جزر المالديف السيد إبراهيم محمد صليح كما جدد تأكيد على الروابط الروحية والدينية والثقافية والإنسانية التي تجمع البلدين وذكر في هذا الصدد بأن الإسلام دخل إلى جزر المالديف في القرن الثاني عشر على يد رحالة وداعية مغربية وثمن السيدان بوريتا وشهيد النتائج الإيجابية للزيارة التي قام بها وزير خارجية المالديف إلى المغرب في نومبر 2019 والتي توجد بالتوقيع على أربع اتفاقيات ثنائية تتعلق بالمشاورات السياسية والتعاون في المجال الديني والإعفاء من التأشيرة والتعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية في البلدين واتفق الجانبان على تطوير التعاون الثنائي في مرحلة ما بعد كوفيد وتوسعه ليشمل مجالات أخرى بما في ذلك مكافحة الإرهاب والفلاحة والثروة السمكية والسياحة والصحة والثقافة والطاقات المتجددة